تعالوا بقى كمان نتكلم عن موضوع مختلف احتلت البعثة المصرية المركز الثاني في الترتيب العام في منافسات البطولة العربية للناشئين والناشئات لألعاب القوة اللي أقيمت مؤخرا في عمان بعد أن حققت 20 ميداليا متنوعة حققت مصر 20 ميداليا مقسمة إلى 10 ذهبيات 6 فضة بالإضافة إلى 4 ميداليات برونزية في مختلف المنافسات من رمي المطرقة ودفع الجلة وكمان القفز بالزانة وبرضو بنتمنى لهم المزيد من النجاحات إن شاء الله